اهلا بكم وإلى العنوي عشرات الصواريخ السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي واسع استهدف دمشق ومحيطها ترقبوا نواسع في إسرائيل لحوار العام على الأمين العام لحزب الله على الشاشة الميادين السبت المقبل عودة سوريا إلى الحضن العربي جزء منها هو عودتها إلى الجامعة العربية لأنه في فرق كتير بين اتنين القمة الاقتصادية العربية في بيروت تدعم التنمية وتمويل الأونروا ولبنان يطالب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أقرت وسائل أعلام إسرائيلية بتعرض سلاح الجو الإسرائيلي لعشرات الصواريخ السورية خلال تنفيذ غارات على سوريا فجر اليوم الدفاعة الجوية السورية تصدت لما وصف بأنه أوسع عدوان إسرائيلي نفذ من فوق الأراضي اللبنانية والجولان وأصبع الجليل وتركز التصدي في سماء رفايد مشق الغربي والجنوبي والأسيما في محيط منطقة الكسوة وفي أجواء القنائطرة وفي تل أبيب سارع الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي إلى الإعلان أن سلاح الجو قصف ما وصفه بأهداف لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا أدرعي قال أن الغارات استهدفت أيضا بطاريات للدفاع الجوي السوري فيما أكدت وسائل أعلام إسرائيلية أن عشرات الصواريخ أطلقت على الطائرات المغيرة فيما أطلقت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي صواريخ اعتراضية في المنطقة الشمالية أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي دونالد ترامب استعداد بلاده لتولي بهمة حفظ الأمن في منبيج السورية من دون إضاعة للوقت البيت الأبيض أعلن أن ترامب وأردوغان اتفق خلال اتصال هاتفي على ضرورة البحث عن حل المشاكل الأمنية في شمال شرقي سوريا يربيل أحتياجات الأمنية لكل البلدين فيما ذكر مكتب الرئيس التركي أن البحث تطرق إلى التفجير الأخير الذي استهدف قوة أمريكية في منبيج حالة ترقب في إسرائيل لحوار العام الذي يجريه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع الميادين السبت المقبل وسائل إعلام إسرائيلية علقت على حوار العام المرتقب بالقول أن السيد نصر الله قدم موعداً أو قدم موعداً كسر صمته وقرر إرجاء مقابلة مع الميادين نهاية الأسبوع من المتوقع أن يجري الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مقابلة مع قناة الميادين بعد أكثر من شهرهم حيث أن آخر خطاب له كان في العاشر من شهر نوفمبر الماضي منذ ذلك الحين كان هناك صمت مدون رغم الأحداث في الشمال وتوجيه عملية درع الشمال ضد الأنفاق لكنه لم يرد ومنظمته لم ترد أيضاً سنرى إن كان نصر الله سيتطرق إلى صحته وإلى عملية درع الشمال التي تلتزم منظمته بسياسة الغموض في كل ما يتعلق بها منذ بداية نوفمبر وحتى الآن نصر الله لم يرى على الشاشة نحن نذكر بأنه وسط كل هذه الحرب النفسية على شبكات التواصل الاجتماعي والإشاعات وما ورد في العديد من الصحف الخليجية عن أنه مريض لكن لا يمكننا التأكد من ذلك قبل اللحظات يتعهدون في الساعة الأخيرة أنه في يوم السبت سيجري مقابلة نحن لا نعرف ولا يوجد مقطع من هذه المقابلة لكن بالفعل السؤال الذي يسأل في كل العالم العربي أين هو نصر الله نفع الحجد الشعبي العراقي تعرض قوته لقصف جوي أمريكي على الحدود مع سوريا وقال مركز الأعلام الأمني أن ما ينشر عن قصف الطائرات الأمريكية مواقع وأماكن في العراق هو محاولة لخلط الأوراق مشيرا إلى أنه لا نشاطات للطائرات الأمريكية أو غيرها وألفت إلى أن قيادة العمليات المشتركة تشرف على العمليات الجارية في جميع محافظة العراق في غضون ذلك أعتبر مسؤول محور غرب الأنبار في الحجد الشعبي قاسم مصلح أن الدور الأمريكي في محاربة داعش يخطط لإعادة الأمور إلى النقطة الصفر في المعركة ضد التنظيم مرة أخرى الحدود العراقية السورية وجولة أخرى هذه هي آخر نقاط عند الحدود العراقية مع سوريا هنا يقف الحجد الشعبي وحرص الحدود وسلاحهما والكل يرصد ما بعد الحدود لدى الجميع ما يخوله مستياد فلول داعش في الداخل السوري وقد كان ميدانيا يقدر القادة هنا الموقف ويستهدفون تحركات مسلح التنظيم مرة بالقصف المدفعي وأخرى عبر الغارات الجوية العراقية لكن ماذا عن الخطر؟ هل لا يزال قائما باجتياح هذه الفلول للأرض العراقية؟ لابد من إنهاءها بصورة تامة جدا وننتظر العزم للجيش العربي السوري في القضاء على آخر الفلول الإرهابية في منطقة دير الزور تقدير الموقف الميداني يؤكد أن هذه الخلايا إن لم تكن لداعش فهي مجموعات مسلحة لها أكثر من غطاء وراية وسبب ويمكن أن تنفذ من خلالها إلى العراق تفترض واشنطن ويتحرك جنودها على أن الحدود العراقية السورية جزء من ملف أمني يشغلها ليس اللافت أنها تعلق وترفض ضمنا أي تحرك ميداني من دون التنسيق معها اللافت أن جبهة سياسية عراقية لم تكتمل بعد لا لدعم من يقاتلون عند الحدود ولا لحصب الموقف من القوات الأمريكية كقرار عسكري يرتبط قادة الحجد بالقيادة العامة للقوات المسلحة لكن هؤلاء لديهم ما يقلقهم في هذا الجانب فهم وبغداد في تقدير مختلف للموقف حول الوجود الأمريكي فهذا الوجود الاستشاري التدريبي كما يعلن رسميا هو أبعد من ذلك كما يؤكد الميدانيون خط الفيتو على تواجد وانتشار قوات الأمنية في بعض المناطق ويدلل على تدخل صريح وسافر وفاضح للعسكرة الأمريكية في الشأن العراقي أزمة معقدة فبغداد تريد مساحة أوسع توفر إن غادرت القوات الأمريكية فعلا رفعا لمستوى التنسيق وحضورا في الميدان العراقي والسوري وفق الحاجة إلى مواجهة داعش وعلى أساس تنسيق بغداد ودمشق في مكافحة الإرهاب عبدالله بدران بغداد الميادين مساعدة الدول التي تستطف النزحين السوريين ودعم خطة التنمية الوطنية هي أبرز القرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في بيروت والتي أكد القادة العرب خلالها ضرورة تمتين التعاون العربي وتحقيق التكامل بعد تدليل العقابات السياسية والقضاء على الإرهاب 29 بندا أقرها القادة العرب وكبار المسؤولين بعد مشاورات أفضت إلى التوافق على مسائل تنموية واستثمارية وتنظيم الخلاف المتعلق بمسائل ذات بعد سياسي وعلى رأسها قضية النازحين السوريين ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الأمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجزرية والناجعة ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم الرئيس اللبناني ورئيس الدورة الحالية قدم مبادرة لإعادة أعمار الدول التي واجهت الإرهاب تقوم على إنشاء مصرف عربي مشترك تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها ويسهم في نموها الاقتصاد المستدام ورفاه شعبها وتحقيق أهداف تنمية مستدامة وفي هذا الإطار أدعو جميع المؤسسات وسنديقة تمويل العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وإلى جانب هذه العنوين الكبرى أقرى المجتمعون مبادرة الكويت بإنشاء صندوق الاستثمار بالتكنولوجيا برأس مال قيمته 200 مليون دولار تساهم الكويت بـ 50 مليون وقطر بـ 50 مليون أيضا كما أقرى المجتمعون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص وتذلل العقبات الجمهورية أمام التبادل التجاري تمهيدا لإنشاء سوق حرى عربية كبرى مشاريع طموحة حملها إعلان بيروت تكشف الأيام المقبلة عن إمكانية تنفيذها وتحويلها إلى واقع يحسن معيشة المواطن العربي وتبقى قضية النازحين وعملية إعادة الأعمار الامتحان الأصعب أمام حسن النوايا العربية من بيروت لسار كرم الميادين وفي ختم القمة الاقتصادية العربية في بيروت شدد وزير الخارجية لبناني جبران بسيل على ضرورة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عودة سوريا إلى الحضن العربي جزء مننا هو عودتها إلى الجامعة العربية لأنه في فرق كتير بين اتنين ونعتقد أنه هيدا مصلحة للبنان للدول العربية وللجامعة العربية أنه هالخسارة بعدم وجود سوريا في جامعة تنتهي وتعود سوريا إلى الجامعة هذه مصلحة لبنان باعتبارنا ومصلحة الدول العربية قبل ما تكون مصلحة سوريا ومشان هيك الطلب صادر مننا وبالتزامن مع نعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية نظمت تظاهرات شعبية بمشاركة سياسية واجتماعية بعنوان كلنا إلى الشارع المشاركون أكدوا أن التظاهرة هي ضد سياسات الإفقار ورفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها السلطة السياسية ومنعا للانهيار أحمد عبد الله فيما كانت العاصمة اللبنانية بيروت تستقبل أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية اختار المشاركون في هذه التظاهرة الشعبية النزول إلى الشارع دفاعا عن حقوقهم برغم إقفال عدد من الطرق الحيوية في العاصمة وتحت حراسة أمنية مشددة لبى مئات اللبنانيين دعوة الحزب الشيوعي اللبناني وتنظيم الشعبي الناصري وغيرهما من الأحزاب والقوى النقابية والمدنية إلى التظاهر رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها السلطة السياسية وهذه التظاهرة هي تحذير لهذه السلطة السياسية إذا ما أقدمت على إقرار أي إجراء بحق اللبنانيين وبحق معيشتهم فهي عملت تضغط باتجاه تفجير اجتماعي هي بتتحمل مسؤولين هم يتحدثون عن قمة اقتصادية اجتماعية أين هو الاقتصاد العربي الاقتصاد العربي مثله ومثل أوضاع لبنان الاقتصاد العربي واقتصاد رائعي واقتصاد مبني على الاحتكارات مبني على التبعية جابت تظاهرة شوارع بيروت الضيقة على وقع الأغاني الوطنية والهدفات الغاضبة ومن أمام مبنى وزارة المالية وما تحملهم الرمزية اخترى المتظاهرون أن يوصلوا مطالبهم والله نحن ما حدا بيسرخ بدون واجع يعني لو موجوعين ما كنا نزلنا على الشارع وصرخنا لأن الوضع ما عاد نحمل بلبنان أبدا شعار اسقاط النظام غلط مطلوب إصلاح النظام يدرك المتظاهرون أن هذه المطالبة قد لا تجدوا آذانا صاغية لدى المسؤولين ويؤكدون أن الرد سيكون بتحركات مقبلة وصولا إلى بناء كتلة شعبية جامعة لكل أطياف المتضررين من سياسات السلطة ونموذجها الاقتصادي هي ليست التظاهرة الأولى فإلى الشارع نزل من قرر رفع صوته عاليا مطالبا بأبسط حقوقه ولن تكون الأخيرة في ظل سوء الأوضاع المعيشية من جهة وعدم تجاوب المسؤولين من جهة أخرى أحمد عبدالله بيروت الميادين النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل الجليد يغطي نيويورك ومدن أمريكية جديد أهلا بكم قال المتحدة باسم حركة حماس حازم قاسم قال أن التصدي لسياسة الاحتلال الإسرائيلي يتطلب توحيد جهود الأمة وطاقتها لمواجهته وفي تغريدة على تويتر أكد قاسم وجوب نبد الخلافات الطريقة التي تمر بها الأمة مجددا القول أن إسرائيل يجب أن تبقى العدو المركزي وأن تظل فلسطين قضية العرب الأولى وفي السودان أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على مئات المحتجين وأطردتهم في الشوارع الجانبية في أمدرمان وقد أغلق المحتجون الشوارع الرئيسية في المدينة وقد نقلت وكالة أورويترز عن شهود أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسي للدموع وقنابل الصوت والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين كما اتقلت المئات من المعارضين والمشطاء والمتظاهرين أبدت إدارة تنسيق الشؤون الإنسانية في صنع قلقها من نزوح أكثر من 26 ألف أسرة من الحديدة في ظل نقص المساعدات الإنسانية فيما تحدثت الأمن المتحدة عن مليون نازح من محافظة الحديدة نتيجة الحرب القائمة أحمد زبيب ينتظر يحيى النازح من الحديدة دوره للحصول على سلة غذائية يسد بها جوع أطفاله سلة واحدة لا تكفي فهي جل ما يحصل عليه له ولأطفاله السبعة في الشهر الواحد سلة الغذائية بالمرة شهر مرة واحدة سلة غذائية والآن نحن في حالة برد العيال المحتاجين دفاع ومفارش وملابس حكى البرد هذه المرأة المسنة نزحت من الحديدة أيضا منذ ستة أشهر توفي طفلها بعد عجزها عن توفير العلاج له من مرض الصراع ولم تجد أي جهة توفر لها الدواء الأمم المتحدة تؤكد نزوح مليون شخص من الحديدة وجوارها نتيجة حرب التحالف وجميعهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاصمة صنعاء وحدها استقبلت أكثر من ستة وعشرين ألف أسرة ولا قدرة لها على استيعابهم جميعان أكثر من ستة وعشرين ألف أسرة نازحة وفدت إلى العاصمة وهذا رقم كبير ومخيف فلذلك أكيد سنلتمس أن هناك أعداد كثيرة ستصل إلا أننا سنعمل ما بوسعنا على أساس أن نرتب الوضع بشكل مطلوب ستون في المئة من سكان الحديدة وحدها بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة ويزيد من تفاقم هذه المعاناة صعوبة الوصول إلى الأشخاص المحتاجين وهو ما يمثل تحديا كبيرا للمنظمات الدولية في ظل الحرب خلال الستة أشهر الماضية ارتفع عدد النازحين من محافظة الحديدة نتيجة استمرار المواجهات ومع ضعف الأمم المتحدة في توزيع المساعدات ستواجه آلاف الأسر أزمة كبيرة في إيصال الغذاء والدواء إلى المحتاجين أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين ذكرت صحيفة لتليغراف أن رئيسة الوزراء البريطانية تيرزا مي تبحث تعديل اتفاق الجمعة العظيمة لإنهاء الأزمة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصحيفة كشفت أن التعديل يقضي باتفاق بريطانيا وإذلندا على مجموعة مبادئ منفصلة أو إضافة نص لدعم اتفاق السلام للعام 98 أو للإشارة إليه وهو الذي يحدد الكيفية التي سيضمن بها الجانبان بقى الحدود مفتوحة بينهما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مالي أعلنت جماعة ترتبط بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجوم وقع شمال البلاد الهجوم أد إلى مقتل عشرة من الجنود من قوات حفظ السلام الأممية وإصابة نحو 25 وقال محمد صالح النظيف رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي قال أن القتل من الجنسية التشادية وهم عملون ضمن قوات حفظ السلام في مالي اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيمة الأغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بالتصرف بطريقة غير منطقية بعد رفضها لعرض يسمح له بالتمويل تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك وفي تغريدة على تويتر هاجمت ترامب بيلوسي مشددا على أنها أصبحت ديمقراطية متشددة وباتت تهاب اليساريين في حزبها إلى درجة أنها فقدت السيطرة على حد تعبيره وكانت ترامب قد قدم مقترحا لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة مقترح لا أصطدم بموقف الديمقراطيين المعارض يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنجازاته كثيرا ولسيما تلك المتعلقة بالاقتصاد وبعدد الوظائف التي يؤمنها لكن خلال حكمه أصبح الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة 800 ألف موظف فدرالي إما يعملون من دون تلقي رواتبهم أو يمكثون في منازلهم في إجازة غير مدفوعة الأجر والسبب الخلاف على تمويل بناء الجدار عند الحدود مع المكسيك ترامب قدم مبادرة جديدة لإنهاء الإغلاق الحكومي تقوم على تقديم حماية مؤقتة ل700 ألف طفل من أبناء المهاجرين ول300 ألف مهاجر آخر بعد انتهاء الوضع الخاص الذي كان يحميهم هذه تسوية منطقية على الطرفين التبنيها اليسار المتطرف لا يمكن أن يسيطر على حدودنا أبدا لن أسمح بحدوث ذلك الجدار ليس غير أخلاقي بل هو عكس ذلك في الواقع لأنه سينقذ الكثير من الأرواح ويمنع المخدرات من التدفق إلى بلادنا لا يبدو أن مقترح ترامب سيمثل الحل للأزمة في البلاد فعلى الرغم من إشادة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالمقترح رأى نظيره الديمقراطي تشاك تومر أن ترامب يمضي بطرح معالجات أحاذية الجانب وغير فعالة مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وضع نفسه والبلاد في موقف لا يحتمل أما رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي فأكدت أن مضمون مقترح ترامب ليس مشجعا وأعلنت أن الديمقراطيين سيصوطون الأسبوع المقبلة لتخصيص ميزانية لأمن الحدود ولا سيما منافذ العبور يغطي الجليد مناطق في شرق الولايات المتحدة بسبب هبوط درجات الحرارة عقب عاصفة شتوية ممترة ويتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر في مدينة نيويورك وإلى أحدى عشرة درجة تحت الصفر في بوستن ما دفع سلطات إلى أصدار تحذيرات في أكثر من عشر ولايات في الجزائر أدى انتشار الحمى القلاعية إلى نفوق الألاف من صغار الماشية الأمر الذي دفع الحكومة إلى تجنيد الألاف من الأطباء البيتريين لتلقيح الملايين من رؤوس الماشية أسامة عبد النور الثروة الحيوانية في الجزائر مهددة بوباء الحمى القلاعية فيروس تسبب في نفوق أكثر من ثلاثة آلاف رأس غنم منذ اكتشاف بؤار عديدة له نهاية السنة الماضية بادية عين بوسيف وسط البلاد المعروفة بتربية المواشي شهدت نفوق قرابة ألف من صغار المواشي 12 محافظة رعوية مسها الوباء المصالح البيطارية أعلنت حالة استنفار لتلقيح 25 مليون رأس ماشية هي إجمالي والثروة الحيوانية في الجزائر بخصوص هذا الوباء فقد قامت بلدية عين بوسيف على غرار باغ بلدية الوطن المتضررة من هذا الوباء والذي مسى قطاع الفلاحة خصوصا تربية الأنعام فإن بلدية عين بوسيف قامت بالإجراءات اللازمة المتعلقة بتطويق هذا المرض ومرافقة الفلاحين للقضاع على هذا الوباء في انتظار توفير اللقاح المناسب للقضاع على هذا المرض نهائيا في انتظار وصول اللقاحات أرسلت سلطة عينات من رؤوس الماشية النافقة إلى المختبرات الدولية المختصة للتأكد من طبيعة الفيروس فيما تشهد أسعار اللحوم والمواشي ارتفاعا جنونيا بسبب غلق المسالخ العمومية والأسواق الثروة والحيوانية في الجزائر أصبحت مهددة بسبب انتشار الأمراض التي أدت إلى نفوق المئات من رؤوس الماشية أمراض تهدد الثروة الحيوانية وتهدد أرزاق مربي مواشي سمع عبد النور من ولاية امدية شرقية جزائر الميادين إلى العناوي عشرات الصواريخ السورية تتصدى لعدوان الإسرائيلي واسع استهدف دمشق ومحيطها ترقبون واسع في إسرائيل لحوار العام مع الأمين العام لحزب الله على شاشة الميادين السبت المقبل عودة سوريا إلى الحضن العربي جزء مننا هو عودتها إلى الجامعة العربية لأنه في فرق كتير بين اتنين القمة الاقتصادية العربية في بيروت تدعم التنمية وتمويل للإنروا ولبنان يطالب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية والمزيد من الأخبار جوروا موقع الميادين على الانترنت الميدين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء